أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وشهد الاتصال الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام مع قيام الجهة المعنية في الدولتين بالتنصيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قصريا من أرضهم وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولف شولس أضف الرئيس السيسي أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير فهناك صحراء النقب في إسرائيل كما أكد الرئيس السيسي أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة وأضف الرئيس السيسي أن مصر بها 105 ملايين مصري وأن الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض وأن ملايين المصريين سيخرجون للتعبير عن رفض الفكرة إذا طلب منهم ذلك وطلب الرئيس السيسي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمدني بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق دعا مجلس أمناء الحوار الوطني كل أبناء مصر لحجد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة وذلك أمام النصب التذكارية للجند المجهول بطريق النصر وأكد المجلس أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري سيرمز لصمود مصر وشعبيها وجيشها وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973 وهو رسالة مهمة في الذكرى الخمسين لهذا النصر لكل من يهمه الأمر وأضف أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمنه ومصالح وطنه ودعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جرافث أن قطاع غزة بحاجة إلى كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية تصل إلى مئة شاحنة في اليوم داعيا إلى ضمان أمنها وشدد جرافث على أنه يجب الحصول على ضمانة بأنه يمكننا التدخل على نطاق واسع كل يوم وبصورة متكررة مؤكدا أنه سيكون بعدها بإمكان موظف الأمم المتحدة الموجودين في قطاع غزة بمن فيهم 14 ألف موظف في الأونر وتوزيع المساعدات استشهد سبعة فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال خلال 12 ساعة ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 69 شهيدا وفي قطاع غزة استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي على المنازل في مناطق مختلفة وأفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال شنت عدد غارات على المنازل في رفح أدت لاستشهاد أكثر من 30 شخصا إضافة إلى عشرات الإصابات أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلقي خطابا مساء اليوم بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وقطاع غزة والأزمة الأوكرانية وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جانبير أن الرئيس بايدن سيخاطب الأمة للحديث عن الرد الأمريكي على الأوضاع في قطاع غزة ويسعى الرئيس الأمريكي إلى خلق إجماع سياسي من خلال الربط بين دعم إسرائيل ومساعدة أوكرانيا حيث سيطلب من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل التقى الرئيس الصينية شيجين بينج برئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيكين يأتي هذا على هامش مشاركة مدبولي في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي وكان مدبولي قد التقى برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وعدد من مسؤولية المجلس الوطنية لنواب الشعب الصيني